أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن الموسنين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الألقان فنفا مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدسا ومن خلفهم سدسا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن 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 الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام المبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسل سلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث ثلث فقالوا ولوا إنا إليك مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم إنا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقوص المدينة رجل يسعى قال يلا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهو مهتدون وما لي لا أعبد الذي فقرني وإليه ترجعون أأتخذ من من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضب الله لا تغني عني شفاعة شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي على علمون بما غفر لي ربي وجعلني من المترمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جنجد من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القلون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جهد لدينا محضرون وآية له الأرض الميتة أخييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جانات من نخير وأعناب وفجرنا فيها من العلون ليأكلوا من ثمره وباعملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كل أهلم مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية له الليل لسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشعون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن غرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتابة إلى حين وإذا قل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قل لهم أنفقكم مما رزقكم الله قال قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصرمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثناك من مرقد نادنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تغلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شبش فاكرون هم وأزواجهم في ضلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة وله لهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إن إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا سآط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكن تعقلون هذه الجهنم التي كنتم توعدون إصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لقمسنا على أعينهم فاستمقوا الصراق فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجع جعون ومن عمله نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا بكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم ومولهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيص مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له لكم فيقلون فسبحان الذي بيده ملك لو تقول لشيء وإليه ترجعون بسم الله